السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك شباب واهلا بكم في حلقة جديدة من خبرات اولاين بنا فترة جديرة جدا شغالين بالمايك بتاعنا الغالبان دوت طبعا كنا عملينه حلقة قبل كده ومايك كويس جدا كبداية على اليوتيوب هو رخيص كان ساعتها بمتين وخمسين جنيه مايك كويس جدا ولكن مشكلة الوحيدة انه هو لازم يكون قريب منك كده يعني اكيد فرق الصوت غير دوت لازم يكون قريب علشان خاطر يطلع صوت واضح يعني هو انا بوطي صوت المايك عشان احاول اقل للضوضاء اللي موجودة حولي المكان فهو كويس جدا لكن المشكلة بتاعته انه هو لازم يكون قريب عشان ياخد الصوت ما علينا من المايك القديم فخلينا في المايك الجديد اللي موضوع حاليتنا النهاردة واللي لقيت عروض كتيرة على جمية مخفضة طبعا سعر المايكات فشتريت المايك ده المايك ده جبته من على جمية بسعر مخفض طبعا عشان خاطر كان في العرض وتحسبا لأي حاجة ممكن نلاقي في المايك دوت يعني الوصلات بتاعته فاجبت كمان قطعة معايا كده زيادة اللي هي بتخلي الاتنين في واحد طبعا المايك ده برضو ساعة ما جبته حصلت معايا المشكلة دي حاليا بسجل من وصلة يو اس بي عشان حوما تلو تحويل عشان يو اس بي فولت برضو اجيب الكطعة دي معاه علشان خاطر يعني تحسبا لأي مشكلة ممكن قابلها فاخرنا بقى في المايك بتاعنا النهاردة اللي هنشوف دلوقتي نفتحه ونشوف بقى كان هل يستحق الشراء ولا لا ونشوف الصوت بتاعه مناسب بمنفعنا ولا لا ويلا بينا نبتدي على بركة الله واول حقيقة كده نقول بسم الله ونفتح المايك طبعا لسه اول مرة افتح المايك فمعرفش ايه اللي جواه ولا حتى شفت الوردر انا خدته استلامته كده وقلت نفتح المايك كده مع بعض ونشوف اه الدنيا فتحته ايه مع بعض ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هنطرق على الصفح على فكرة هنحب البتاع الاول وده المايك بتاعنا وهنفتح في الوقتي كمان الكارتونة لكن بقى ده كده على جنب ده اللي هو الكوب فالفر بتاعه برضو خليه في قلينا ده تقريبا المانور بتاعه وصلات الصوت شعر بينا كده لا ده وصلات الصوت السلك بتاعه طويل يعني كويس وكمان الوصلة اللي انا مشتريها اهي الوصلة دي اللي انا مشتريها لوحديها ليتها جاية معايا كويس والله كويس وكمان كارت الصوت اللي انا بستعمله دلوقتي في المايك القديم برضو جي معايا يعني ده عشان خاطر احول اه الاتنين دولة اخليهم الوصلة يو اس بي برضو جات معايا برضو ودي برضو حاجة كويسة مش نشكلة كمان طبعا ده عشان يتربط في المكتب ودي القطعة اللي بيركف فيها المايك عشان طبعا يتسبت المايك كمان اه فلتر كمان او البوب فلتر ده عشان خاطر ضربات الهواء وده المايك نفسه حجمه كويس حجم بتاعه كويس وشاف ان هو يعني محترم طبعا اه كمان الستاند بتاعه بقى وده يعني اعتبر بصراحة اهم حاجة بالنسباني لان المايك ده علشان خاطر انا كنت بستخدمه فكنت بعمله استاند كده عشان خاطر اه اقدر خليه اه قدامي بقى عشان خاطر ايه اقدر انا بقى انت عفين الجمالك والكلام ده فالموضوع ايته حيطاول اول تعالى بقى نركب المايك ونجرب بقى عشان مطولش عليكم ونجرب المايك طبعا انا كنت هفتح القطعة التانية اللي جات مع الاوردر ده ولكن اه لقيتها اصلا موجودة هنا في المايك وكمان معانا اليو س بي فطبعا مش هنفتح القطعة تانية بقى لاش لازم دلوقتي بقى خالص وخلاف كسة زي ما هي اه اولا نستطيع لكم المايك ده اسمه ام اه تمنمية وعلى فكرة هسيب لكم مرضو الرابط بتاع الشراء من اه من جميع اسفل الفيديو اللي حيبي بيشتري اه المايك وهو السعر اه اه ستمائة جنيه اه ستمائة جنيه مكسور اه السعر الاسل بتاعه كان اكتر من الف جنيه في العرض نزل حوالي تلاتين في المية تقريبا فقالقيته اعمل ستمائة جنيه عشان كده انا اشتريته القطعة دي بتركب هنا كده القطعة دي كده بتركب هنا تقريبا عشان خاطر يخش فيها الستاند ودي نتركبها كده وبعدين الستاند اهو يركب ينزل هنا كده ودي بتتربط فيه تركبته سعلا اساسا يعني دي الخاصة بالمايك الفكرة المايك اه حجمه كويس وشايف ان هو يعني حاجة المتاج بتاعه مضيف شوية وبصراحة يعني لحد الان يعني انا شايف ان هو يعني حاجة محترم بطول مايك كده اخذ القطعة اللي هي الخش للدواء دي كده اللي عندكم بالكاميرا ايه باينة وبعدين بتدوس على القطعتين دول كده اهي وتخش بواها دي كده بالشكل ده اهي وبعدين بنسيبها يعني ده زي اه زي المشبه كده بتاع الورق تضغط عليه كده عشان تخش بالشكل ده بقى مازلتين وبعدين بالركيبه طبعا بقى هنا ممكن بقى نجرب نحطه في المكتب بتاعنا ممكن كمان الركيب بقى دي احسن عشان طبعا اه ضربات الهواء هو المفروض ان اسم الشعار بتاع المايك اه يبقى يبقى فوق الشاكنتة او اه في اتجاه الصوت فنخليه بالشكل ده كده يعني اسم المايك بقى في اتجاه الصوت نيجي بقى من المكبس بتاع الصوت ده اذا مشافيه الاول فيه بقى ثلاث مخارج هنا ندخل الثلاث مخارج دول قصب بعض هنا وفيه حاجة زي كليبس كده برضه عشان تخش وتمسك الموضوع كله تمام كده بسم الله الرحمن الرحيم نفتح بقى كده ونجرب مش عارف الصوت اصلا من المايك ده كده طالع ولا صوت واطي فانا مش عارف لسه بصراحة انا هشوف المصيبة ده في التسجيب من زي ما قلت لكم انها كنت متعود ان انا يعني ارشاقه وبوقت لشان بيطلع الصوت السلق بتاع طويل وكويس يعني عنفكرة يعني فيه بتاع حوالي تقريبا اتنين متر ونصر هنوقف بقى الصوت اللي طالع من المايك ده هنا ونجرب صوت المايك بتاعنا اللي بس بديه ليه بس فيه لسه فيه قطعة ما ركبنهاش بس مش وقت بقى بكيبا بعدين او انا كيبا بعدين ماشي نوقتي الفيديو بس نجرب بس المايك طبعا الصوت اللي نسمعيني دلوقتي ده الصوت المايك بتاع الموبايل فتعالوا بقى نشوف الصوت بتاع المايك ده بعد ما وصلناه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا في قناتي المتوضع خبرات اونلاين اعتقد ان الصوت كويس جدا بصراحة يعني شايف ان هو احسن كتير انا شايفه هنا على اللطب عندي الصوت يعني قوي شوية عن المايك القديم فاعتقد انه كويس جدا طبعا زي ما بتقولك ما كان نفسي ان انا اجيب الشوتجن ولكن يعني ان شاء الله الخطة الجاية فلحد الان ده كويس ويعتبر بداية احنا بدينا بداه الاول كنت بادي بالسماعة بتاعة الموبايل اللي هي الهاند فري وبعدين كل الفيديوهات اللي ان شفتوها لو انت متابع معنا القناة كل الفيديوهات كانت من المايك الغلبان دوت هو كان سعره رخيص وكان نافع كبداية وبعدين لما ايطل عروض اشتريت المايك ده فلو حابب تطور من نفسك فيعني ممكن واحدة واحدة وان شاء الله خطة الجاية ما بتقولكم الشوتجن وطبعا الصوت حاجة مهمة جدا اتمنى تكون وفقت النهاردة في شرح المايك بتاعنا اللي هو ال M800 وزي ما بتقولكم ان شاء الله الرابط بتاع هتلاقيه موجود اسفل الفيديو لو حبيه تشتري وتجرب المايك وتلحق العرض على فكرة فيه خصم 30% على المايك فالحق العرض واشتري المايك وبس كده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية طبعا اتمنى وانت نازل تشوف الرابط بتاع المايك حالة لو عجبك طبعا بتنساش لايك للفيديو اشتراك في القناة لو اول مرة ليك معنا واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته